30% من البشر محتاجين نظارات بشكل أو بآخر أي اعتماد على شيء صناعي فهو نوع من الإعاق مازال الليزك بيحل تقريباً 90% من المشاكل عالم لا يقبل الأخطاء فهو عالم المليمت الليزك اتطور بسبب كتر الحالات اللي اتعمل انت بتروح للدكتور الخبير اللي انت واسق في علمه وهو هيختار لك التكنيك اللي هيحقق لك كل المزايا بأقل المشاكل الأستاذ الدكتور محمد حامد أستاذ جراحات العيون بكلية الطب زميل كلية الجراحين الملكية إنجلترا مراكز الدكتور محمد حامد للعيون بدأ استخدام الليزر لتصحيح الإبصار سنة 1970 بعملية عرفت بكاشت القرانية هي عبارة عن عملية تم من خلالها إحداث قطع أو ثقب في أكثر منطقة أو جزء في طبقة القرانية لإحداث تغيير في شكل القرانية ليصبح أكثر انتظاما سنة 1980 تم اعتماد تقنية الليزر واستعماله بشكل دقيق ومحسوب في تصحيح مشاكل وعيوب الإبصار زي طول النظر وقصر النظر والاستجماتيزم في تمانينيات القرن الماضي تمت الموافقة عليها كتقنية معتمدة لتصحيح عيوب الإبصار من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وخلال السنين اللي فاتت تطورت تقنيات استخدام الليزر لتصحيح الإبصار بشكل كبير وبقت تحل مشكلات وتحقق نتائج في أوقات قياسية كانت في الماضي حلم بعيد المناء اهلا بكم النهاردة حوار علمي دراق المستوى عالي المقام وايضا في موضوع علمي شديد الانتشار شديد الاحتياج يعني الناس النظرهم ضعيف دول يا جماعة زي حالتي يعني الناس كتير قوي عندهم معاناة معاناة حياة كتير والنظارة والعدسات اللصقة الاتنين انا بسميهم يعني ايه الصاحب اللي ممكن يخلى بيك في اي لحظة بصراحة ممكن يعمل معك اه حركة مش لطيفة نظارة تكسر لابس نظارة غير ان النظارة حتى لو ما كسرتش النظارة مش جايدة قوي يعني انت لو سيها عربية ولابس نظارة ونظرك ضعيف شوية لوه بقى ميناصات كبيرة يعني ده انت ممكن يحصل لك مشاكل كبيرة الحاجة تبني انها بعيدة وهي قريبة تقفش شركين كويس لقى اللي بيلبسوا النظارات بيحقوا العربية كتير اوي من الجناب المريات مش هتوبقى بخير ابدا لان انت المسافة مش عارفت قدرها كويس على فكرة الكمان الحاجة بقى اللي سيبك من النظار كسرت النظار شبرت النظار يوم الدنيا بتنطر وانت ماشي في الشارع وعايز تعدي الشارع والدنيا معكش شمسية اوي النظارة عمالة النظار هي تيجي عليها من سيمة سودة كارسة مش عارفت مش شايف النظارة لو كسرت دي يعني اليوم خلاص باز وفي مهن معينة منفاش معنا النظارات خالص مهن كتيرة طبعا كل الرياضين وكل الرياضات وكل الحاجات دي كل منفاش معنا النظارات دراقة موحدة حاجات اللي فيها اه الجراحات يعني انا كان المفروض كنت اشتغل جراحة في زمان وانا صغير بس معرفش اشتغل لان انا خلاص انا بلبس نظارة فان الدارة بتشبر في حاس ان انا مش شايف كويس فقلت لا مبالاش ببالاها جراحات خلينا في البطل اه خير وبركة لكن العدسات بقى كارسة تانية العدسات دي قصة كبيرة العدسات اه حلوة لو كنت اه راجل نظيف ودقيق وعايزة نظافة ودقة مفيش بعد كده وحتى ده برضو المسألة ما 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 تسلامش لكن ما بقى لك بقى باللي احنا بنشوف بنت بتلبس العدسة وهي جوه العربية بتلبس العدسة وهي بتكلم صاحبتها تحط العدسة في محلول اه بقى له خمس تلاف سنة في العربية مفيش عناية اه عدسات بقى بتاعت الافرق تأجير العدسات دي نصيبها سودة تانية بس ده ملوش علاقة بالتنصيح الابصار بس انا بتكلم على نظرهم ضعيف عدسات يا جماعة كنبيلة موقوتة يعني كنبيلة موقوتة هي موجودة مش عاملة مش مش عشان مش هتعمل لانها الغاية دلوقتي ما عملتش لكن في اللحظة ممكن تنفجأ بتعمل مشاكل كبيرة جدا عشان كده اصبح تصحيح الابصار تصحيح النظر اولوية شيء مهم لان الحاجات المعينات الاخرى المعينات البصرة الاخرى زي نظار العدسات اللصقة دورهم بيقل ومعتقد طال اللباط والاحتياجات بتاعت الزمن دلوقتي ما يقل لي كتير وفي جونا يقل لي اكتر وفي اهمالة يقل لي جدا جدا النهاردة قضية مهمة تصحيح الابصار كله العلمي وما يقال له اسامي تجارية النهاردة قضية فتحانها مع ضيفي قال عزيز قيمة العلمية الكبيرة واسم كبير في علم العيون حقيقة عبقرية رائعة اداء علمي متميز للغاية والجميل في ده كله الاجتهاد الذي نلمسه من زمن طويل وانا اعرفه من زمن طويل جدا والمستمر والذي ينبغي ان نفهم انه اكيد لن يتوقف القمة العلمية المتميزة بسيد دكتور محمد حامد واستاذ طب وجراحات العيون زميل كلية الجراحين الملكية وطبعا مؤسس لمراكس دكتور محمد حامد اهلا بيك اهلا بيك دكتور معامل فنورني في الناس اهلا بيك مش عالي حاسة ان انا قلت الكلام عجبك المقدمة مهمة جدا المقدمة مهمة لان انا اصلا لي هاشتاج على النات اسمه لال النظار انا عدوه النظار يعني انا جبت اه انا معاك في الهاشتاج والموضوع اللي هي فيه فلسفة يعني هو لا للنظارة مش عشان حاجة هي الناس معجبة بالنظارة و which is good يعني وفيش مشكلة نشوف بالنظارة كويس بس الموضوع فلسفته ايه فلسفته ان انا شايف ان الاحتياج للنظارة نوع من الاعاقة بمعنى ايه الاعاقة بمعنى ان انت اي اعتماد على شيء صناعي فهو نوع من الاعاقة انت معتمد على العكاز عشان تمشي عليه زي معتمد على النظارة عشان تمشي بيها لو العكاز مش معاك مش هتعرف تمشي فانت عمدك قدر من العجز وقدر من الاعاقة ولو النظارة زي ما انت قلت كده اتكسرت مش لقيها قمت من النوم بتدور عليها جنبك ما لقيتهاش انت مش هتطرف تعمل حاجة يعني مش هتطرف تحرك اصلا فمن هنا جات الفكرة اصلا بتاعت التصحيح وابتدت الفكرة تبقى popular اكتر او تنتشر بالزبط وليها مبرر ان الناس ابتدت وعيها يبقى في اتجاه عدم الاعتماد على شيء صناعي كل ما ديبقى لشيء natural او انا depending on myself من غير ما بقى محتاج حاجة صناعية اعتبد عليها زي ما قلنا كده عكاز زي ما قلنا حاجة وده يكون احسن كتير ومن هنا جات فكرة تصحيح الابصار وتطورت بقى عبر سنين كتير احنا بنتكلم في عشرات السنين وزي ما انتم يمكن عرضتوا في التقرير الاولاني ان الفكرة نفسها قديمة وتطورت بالتدريج والتكنولوجي خدمها ان ابتدى يبقى فيه نوع من الانفستمنت في التكنولوجي بحيث انها بتخدم قطاع كبير جدا من الناس احنا تقريبا بنقول ان فيه 30% من البشر محتاجين نضارات بشكل او باخر فاحنا بنتكلم على ملايين من الناس كل دول كانديدتس او كل دول المفروض ان هما متطلعين ان هما في وقت ملاقوقات يستغنوا عن النضارات وبالتالي التكنولوجي كل شوية بتتطور في المجال ده وعبر السنين وصلنا اللي احنا فيه النهاردة من الابهار والتقدم في التكنولوجي بغرض ان احنا نستغنى عن النضارات اول صفحة بقية اكتاب الفهرس وبذلك حدى بطرق تصحيح الابصار اللي هي تعتبر فهرس مقدمة كده وريني ازاي بدخل على عيوب الانكسار هي العيوب الابصار باختصار اللي هما اللي احنا عارفين هم التلاتة المشهورين طول النظر وقصر النظر والاستجماتيزم الليزك هو اهم طريقة واسهل طريقة واسرع طريقة وارخص طريقة لتصحيح العيوب الابصار المتنوعة سواء الطول او القصر او الاستجماتيزم بيحكمنا في الموضوع الفحوصات اللي بنعملها اللي هي متعلقة بسنكة قرنية وتدريس القرنية وحاجات تانية هنتكلم عليها دلوقتي تطورت اكتر بقت اكتر تعقيدا يعني وده بقت مصلحة المريض والزياد معدل الامان في العملية والمأسات بتاعت النظر مازال الليزك بيحل تقريبا 90% من المشاكل مع التطور الحصل في الاجهزة وبقينا نصلح درجات استجماتيزم اكتر وبقينا نصلح درجات قصر نظر اكتر وطلعنا شوية في الدرجات بتاعت طول النظر كمان بس يظل هناك قطاع من الناس يأمل ان الفحوصات بتاعته مش مناسبة قوي للليزك باشتراطاتها او ان المأسات بتاعته بعيد عن الامكانية اللي ممكن نحنا نصلحها بالليزك فدول ابتدينا نفكر لهم في اساليب تانية لتصحية زي ايه في طريقة زمان قوي كنا بنعملها وقلت قوي وبنعملها الناس قليلة دلوقتي اللي هو حم السامين الليزر السطحي اللي هي الناس اللي مأساتها قليلة بسهم خطرناه فيها محدود شوية مش امان قوي نحنا نعمل الليزك ما زال الليزك بحتاجه شوية سوم قرنية احسن وده بنعمل لهم الليزر سطحي اخدامه قليل بس ما زال له مكان في الموضوع اللي مأساته كبيرة بقى والليزك بعيد عنه كتكنيك مش عارفين نعملهونه بنعمله حاجة اسمها زرع عدسات زرع العدسات نوعين دايما اقول يقيم زرع عدسة فوق العدسة يعني عدسة طبعية بتاعت ربنا بسيبها زي ما هي ونحط عدسة فوقها وده بينفع في بعض الحالات في قطاع عمري او في قطاع سن معين القطاع التاني من الناس اللي بنختار له استبدال العدسة اللي هي العدسة بتاعت ربنا الطبعية اللي زي سليمة بنشيلها ونحط عدسة مكانها اللي هي زي عملية الماء البيضاء تقريبا فنيا يعني ومن خلال العدسة اللي احنا بنزرعها بنتحكم فيه التصحيح اللي احنا عايزين نعمله وكل معطياته اذا كان طول نظر او قصر نظر او فيه استجماتيزم مصاحب دي التأسيمة العامة واحنا اللي بنختار الحياة وده مبني على زي ما قلنا الفحصات والمأساة بتاعت المؤسس النهاردة غالبا هنركز في الليزك غالبا يعني لو في وقتها هناخد حاجات تانية لكن الليزك بدأ ازاي تطور ازاي الليزك بدأت فكرتو بان احنا آآ آآ نعمل الليزر بس مش على السطح بتاع القرانية ومن هنا جات فكرة ان احنا ناخد طبقة سطحية من القرانية زي ما التأرير يمكن عرض آآ ناخد الطبقة السطحية من القرانية ونعمل الليزر وبعدين نغطيها بالطبقة اللي احنا اخدناها ونرجع الطبقة ديت في مكانها بالزبط آآ بحيث انها تغطي المكان اللي احنا عملنا فيه الليزر ده التكنيكي اللي اسمه potentially الليزك. الليزك اتطور على مدار السنين بسبب ايه؟ بسبب كتر الحالات اللي اتعملت. يعني دايما احنا نقول ان التطوير وبالذات التطوير في السوفتوير بتاع الاجهزة الليزك بيحصل من كتر ما الحالات اتعملت. الفيدباك او المردود اللي احنا بناخده بنطور به السوفتوير او بنطور به البرنامج بتاع الجهاز الليزك بحيث انه كل ما ده يبقى اكثر دقة. التطوير الهدف منه ايه؟ الهدف منه ان احنا الليزر اللي احنا بنعمله للتصحيح يطلع بالزبط زي مقاسات المريض ما احنا عايزينها تتصلح. التطوير كمان اللي حصل حصل في الاجهزة نفسها بتاعت القياس اللي هي الاجهزة بنسميها اجهزة الفحوصات. ودي كان الغرض منها ان احنا كل ما ده نقدر نسيليكت اكتر او نختار اكتر الحالات الليزك يدي فيها نتائج ممتازة جدا بدون اي تأثير جانبي او ضعف يحصل في القرية على مدى الوقت اللي بعد كده. بمعنى ان احنا نعمل الليزك النهاردة ايا ان كان السن هنعمله المريض دوت مع مرور السنين عشر 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 تتتين سنة محصلش اي مشكلة في القرنان. وده عب عن طريق الوقت ابتديني نعمل التطوير اللي حصل في اجهزة الفحوصات وكمان في نفس التوقيت التطوير يحصل في السوفت وير اللي هو بيعمل الليزك. ابتدى دلوقتي يبقى خلاص تقريبا بقى حاجة في غاية الدقة لدرجة ان احنا ابتديني نعمل حاجة نوع بقى من الليزك دلوقتي هنتكلم عنه اكسر دقة بكتير اسمه الليزك التفصيلي. الليزك التفصيلي المقصود بي ايه اللي هو الكاستومايز الليزك يعني ان احنا نعمل الليزر اللي احنا هنعمله للعين. مقاساته مطابقة للفحوصات بتاعة هزا المريض تحديده. وده كان زمان بيحصل جزء منه بس ان احنا بندخل الفحوصات تاعة القرانية بندخل المقاسات بتاعتها ان كان سوق القرانية او تدريس بتاعتها التحدد بتاعتها ومقاسات المريض. الموضوع ازداد بقى تحسين او ازداد ريفايمنت يعني تطوير او دقة اكتر. بقينا ندخل حاجات اكتر برامترز اكتر قياسات اكتر في القرانية. النهاردة بقى حصل نقلة جديدة خالص او نقلة احدث في الليزك كثير التفاصيل. بقينا نعمل تصوير للقرانية كتير جدا والتصوير ده كله داتا كله معلومات تفصيلية عن كل نقطة تقريبا في القرانية. وعدد النقط اللي في القرانية اللي بناخد لها في القياسات دي كزا الف نقطة. وبالتالي سطح القرانية كله بيبقى متصور بالنقطة. وكل نقطة متحدد فيها. النقطة دي فيها سمك القرانية كان بالزبط والتدريس بتاعتها كان بالزبط. وحاجات متعلقة بالنني فين بالزبط ما كانوا من نص القرانية. وحاجات تفاصيل كتير جدا. من كتر ما التفاصيل دي كتير حتى احنا بنقدرش نكتبها بأيدينا. احنا بناخدها زي ما هي كده بفلاشة من اجهزة الفحص الدقيقة الجديدة. وندخلها على جهاز الليزك ياخدها كلها زي ما هي. ويبتدي يكاستوميز الليزر اللي هيطلع بحيث انه هو يدي نقطة الليزر. في كل حتة على حسب النقطة بتاعت القرانية دي ما طالعه في الفحص. وده بيدي كذا ميزان. اولا هيطلع الليزر في غاية الدقة. مرسوم لكل نقطة في القرانية على حدة. يساوي سطح القرانية تماما لو فيها اي حتة مع الرجاة او سطح بتاعها مش منتظم. وكمان يصلح المقاس بتاع المريض في غاية الدقة. الكلام ده بقى يدينا اولا حدة ابصار بعد الليزك في غاية الدقة. وحتى تطلعوا له اسم يعني عشان الموضوع يبقى برضو له اسم علمي يعني سموه كنتورا فيجن. كنتورا معناه نظر السقر. حدة ابصار في غاية القوة ابتدينا ننسى او ابتدت ايه اللي كتير مشاكل كنا متعاودين نشوفها زمان بالصدف الليزك القديم. والناس كتير من اللي عملت الليزك زمان عرفة اللي هي المشاكل بتاعة الرؤية الليلية. والغلواشة اللي بتحصل بالليل والنقاط النور اللي بتطلع حوالين عمدان النقر الاخر. الكلام ده قالت كتير جدا مع التكنيك ده لانه هو بيدي لزك متدرد من المنتصف القرنية لحد اطراف القرنية بمعدلات معينة. وفقالت كتير جدا الظاهرة دي. غير كده الناس اللي سمكة اللي الناس اللي تضاريس القرنية بتاعتهم مش متساوية بشكل كويس قوي بيصلح لها كل التعاريجات ديه فبيخلي سطح القرنية قبلس بشكل كويس قوي بيصلح لهم مشكل كتير كانت موجودة. ما كانش الليزك القديم بيصلحها بغاية الدقة هو كان الليزك القديم بينزل الليزر المزبوط على قد المقاس زي ما هو في كل اجزاء القرنية بنفس المستوى. النهاردة لأ الليزك الجديد او الليزر الجديد بينزل في كل نقطة على مقاس تداريسها اللي طالح في الفحص نقطة نقطة في كل نقطة من نقطة القرنية الوحدة. وده تكنولوجي جديد يمكن هو شوية بياخد مننا وقت لان احنا زي ما اقولك احنا بنحتاج نعمل فحوصات اكتر شوية للقرنية قبل ما نعمل والجهاز نفسه طبعا مش كل الاجهزة قوي متاح فيها الامكانية دي. اللي عايزين يقوله بس ان هو نفس التكنيك بتعلزك نفس العملية بالضبط لكن مع تطوير حصل في السوفتوير بيدي امكانية ان الليزر اللي ينزل يبقى في غاية الدقة. الاسم الكبير نجمع عالم العيون لست دكتور محمد حمد وستاذ جراحات العيون بكل الطب وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا. والمؤسس لمراكز دكتور محمد حمد للعيون كانت ضيفة في واحدة من اهم حلقتنا على الاطلاق واكسبها دقة لانها تفصيلية اوي وصراحة وكشفت الكثير من المسطور في عالم المنظور فيه مهم جدا. منظور يعني اشوف كويس وكمان يكون شايف بطريقة علمية او بمعنى صاحبه دقق الامور بطريقة علمية. منظور العلمي مهم هنا. في العيون عالم لا يقبل الاخطاء فهو عالم المليمترات. خليكوا دايما معنا سلام. اكتر شيء واكتر شيء يتعرض له الانسان هو دوران العمود الفقري في حركة دائرية مفاجأة مع حمل وازن تقيل في نفس الوقت. الجراح الشاطر بيقدر يعمل العملية بتاعته بتطويع كل هذه الاسليب المنظر. ممكن استخدمه خطوة واحدة في العملية. ممكن استخدمه الميكروسكوب في خطوتين ثلاثة. ممكن اقود ميجليتين مع بعض. اكبر عمليات تثبيت للفقرات فيها تعقيد وتداخلات معقدة جدا هي تثبيت الفقرات العنقية. وانجح طريقة للتثبيت هنا في الفقرات العنقية باستخدام الجراحة الملاحية. اشتركوا في القناة